الجلاش الحلو هنعمله النهاردة بالمكسرات بس بشكل جديد هنعمله زي السندويتش المكسرات مش هتخرج منه ابدا متماسك جدا ومقرمش وكمان بكمية كبيرة الشكل والطعم والقرمشة حلوين جدا اتمنى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة اول حاجة هنجيب لفة الجلاش ونفردها على صنية ونقطعها لأربع شرايح متساوية والتقطيع بيكون بعرض لفة الجلاش مش بطلها لو الجلاش طازة بنستعمله على طول ولو الجلاش في الفريزر بنخرجه لحد ما يفك خالص بعد كده بنجمع شرايح الجلاش دي على بعض انا استخدمت شرايح الجلاش دي في عمل صنية جلاش حدقة وده الباقي منها بعد كده بنقطع شرايح الجلاش دي لمربعات يعني بنقطع الشرايح دي لأربع كطع ومش لازم كل كطع الجلاش او كل مربعات الجلاش تكون قد بعدها بعد كده بنجيب صاج الفرن وندهنه كويس جدا بالسمنة او بالزبدة الصيحة ممكن تستخدموا الزبدة وممكن تستخدموا الزبدة وممكن تستخدموا الزبدة وكمان ممكن تستخدموا خليط من الزيت والسمنة بس السمنة البلدي او الزبدة البلدي بتكون حلوة جدا في الحلويات الشرقية واحلى كتير من الزيت بعد كده بنجيب حوالي اربعة او خمسة من مربعات الجلاش ونحطهم كده على صاج الفرن بعد كده بنجيب المكسرات دي مجموعة من المكسرات على بعض اي مكسرات تنفع في الوصفة دي انا بجيب المكسرات واكسرها في كبة الخلاط والتكسير طبعا بيكون خشن يعني ما بخلهاش نعمة جدا واخلطهم على بعض واستخدمهم في الحلويات وبضيف عليهم شوية من جوز الهند وشوية من الزبيب وشوية من السكر والمكسرات دي حسب الرغبة ممكن تستخدموا سوداني وممكن تستخدموا مكسرات تانية المكسرات دي زي ما قلتلكوا حسب الرغبة وحسب امكانياتكم انتو وممكن تضيفوا على السوداني زبيب وجوز هند وشوية سكر بس بعد كده بنجيب خمس مربعات او اربع مربعات من اوراق الجلاش ونحطهم عصاق كده ونحط فيهم شوية من المكسرات حوالي نص معلعة بعد كده نطبقها كده زي مسلس الطريقة سهلة جدا وما تخافوش وهي في الفرن ما بتفكش خالص وكمان بتكون متماسكة جدا بعد ما تستوي بعد كده نرسهم جنب بعض في صاج الفرن وهكذا لحد ما كل الكمية تخلص وبنفس الزبدة او السمنة اللي دهننا الصاج بيها ندهن الجلاش من فوق بيها هو كمان كفاية بس دهنة خفيفة بس لازم يدهن كله بعد كده ندخله الفرن طبعا انا مسخنا الفرن من ربع ساعة هنسوي الجلاش على اعلى درجة في الفرن يعني مش هنوطي الفرن خالص واول ما يحمر من تحت هنشغل عليه الشواية عشان يحمر من فوق هو كمان ولو عندوكو الشواية بتشتغل مع الفرن شغلوهم هما الاتنين سوا ده شكل الجلاش بعد ما احمر من تحت دلوقتي هشغل عليه الشواية عشان ياخد لون كمان من فوق واول ما الجلاش بيخرج من الفرن بنسقيه بالشربات البارد كمية الجلاش دي كفاية ليها كباية واحدة سكر على نص كباية مية وعصرة نص لامونة بنقلبهم مع بعض كويس جدا بعد كده بنحطهم على نار متوسطة واول ما يبتدوا في الغلايان بنعد خمس دقايق بالضبط بعد كده نشيلهم من على النار ونسيب الشربات يبرد تماما قبل اضافته على الجلاش السخن يعني الجلاش بيكون سخن لسه خارج من الفرن بنضيف عليه الشربات البارد وبعد ما نضيفه على الجلاش نسيب الجلاش يبرد تماما قبل التقديم لو عايزين الجلاش يكون طر شوية غطوه بعد اضافة الشربات ليه ولو عايزينه يكون مقرمش سبوه يبرد وهو مكشوف شايفين الجلاش متماسك جدا ازاي؟ المكسرات ما خرجتش منه خالص ولا احتاجنا نقطعه هو كده كل قطعة لوحدها حلو جدا في التقديم شكله حلو جدا وكمان طعمه حلو جدا اتمنى طريقتي في الجلاش تعجبكم وتجربوها وبالهنة والشفة مقدما وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة